اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك بعدما قام بتبذير ثروته وتم تغريمه بسبب تأخره عن تسديد الضرائب حيث وصل الى درجة الافلاس تقريبا قبل بضعة سنوات بعد ان كان يمتلك 150 مليون دولار امريكي او ما يعادل 562 مليون ريال سعودي الا ان نيكولاس كيج عاد ليجمع ثروة تقدر الان ب18 مليون دولار او اقل بحسب تقارير اخرى اي ما يعادل 67 ونصف مليون ريال سعودي وعلى صعيد الاعلانات شارك نيكولاس كيج في حملة دعائية لسيارات بايك بصفته الوجه الاعلامي لشركة السيارات الصينية لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي